موجز الأخبار من المحور أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الفرق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدأ سرايان منح مهلة لمدة ثلاثة أشهر اعتبرا من أمس الأول لاثنين الموافقة التاسع عشر من ديسمبر 2022 لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة بمشروع بيت الوطن السالي تخصيصها أو التي تم إلغوها لعدم الاستلام أو صدر بشأنها موافقة بإعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا ولم يتم السداد كتيسيرات إضافية شريطة سرايان مدة التنفيذ الأصلية خمس سنوات والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام وأكد وزير الإسكان أن منح المهلة لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة بمشروع بيت الوطن يأتي في إطار اهتمام الهيئة بالتيسير على المواطنين المصريين في الخارج وتحقيق الهدف من طرح برنامج بيت الوطن وهو ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأمة واشترطت هيئة المجتمعات العمرانية لمنح مهلة الاستلام أن تكون قطعة الأرض شغيرة ولم يتم تخصيصها للغيرة والتنازل عن أي قضايا مرفوع على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض مع العلم بأنه لا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقصاط شارك الدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات المائدة الوزرية المستديرة لإطلاق صندوق التعليم الموهبين في العالم الإسلامي بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة الإيسيسكو وبمشاركة وزراء التعليم والتعليم العالي بالدول الأعضاء بالمنظمة في مقار منظمة الإيسيسكو بالعاصمة المغربية الرباطة أكد الوزير أن مصر لها تجربة في إنشاء مثل هذه السناديق ومنها إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عام 2019 بقرار رئاسي مؤكدا أنه يحقق نجاحات كبيرة في هذا الإطار وأكد الدكتور أيمن عشور أن الهدف من هذه المائدة المستديرة هو التوافق على ألية لإطلاق صندوق التعليم الموهبين وإدارته والإعلان عنها تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسني أثناء أعمال المؤتمر العام للدورة الرابعة عشر للإيسيسكو بالقاهرة في ديسمبر 2021 بإنشاء صندوق التعليم الموهبين بالدور الإسلامية وأشار الوزير لأن مبادرة الرئيس السيسي تشمل أيضا تقديم مئة منحة دراسية للطلاب من دول العالم الإسلامية للدراسة بالجامعات المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي يلتقي فريق المصري أبو سعيد اليوم في الخامسة مساء مع فريق المقاولون العرب على استاد السويس الجديد وذلك في إطار منافسات الإسبوع السامن من بطولة الدور الممتاز لكرة القدم ويحتل المقاولون المركز السامن في جدوى لترتيب الدور برصيد عشر نقاط فيما يحتل المصري المركز العاشر برصيد سبع نقاط ترجمة نانسي قنقر